اسأل مجرب ولا تسأل طبيب الجملة دي مع الأسف منتشرة جدا في مجتمعنا وده بيكون نتيجة أن الناس كتير قوي بتتكلم في حاجات ما عندهاش علم بيها زي مثلا النصائح الطبية والأدوية وطبعا ده ممكن يعمل كوارث مش كارثة واحدة بس دفنا النهاردة هو الدكتور صيدالي كل الفيديوز تقريبا بتاعته عبارة عن نصائح للناس بيقدمها بشكل سهل وبسيط جدا وده خلاه يتصدر الترند على التيك توك كواحد من أهم السيادلة في مصر على السوشال ميديا خصوصا أن النصائح بتاعته فعلا مهمة جدا وبيقدمها من غير أي ملل دفنا اللي منوارنا النهاردة في الستوديو الدكتور الصيدالي محمد نادي أهلا بيك يا دكتور محمد موسوط أن أنا معاك جدا موسوط أنا قمنا الأولى مرسي مرسي لزوء دكتور محمد أول حاجة هسألهي لك إيه اللي خلاك تدخل عالم السوشال ميديا بصيحة دي حكاية يعني أقول لك إحنا طبعا كان عشرين وعشرين بقى وقت الكورونا ووقت لما بقى كان في حظره وإحنا من ضمن الناس اللي ممنوعين عندنا الحظر فكويننا بتنزل فقعد ما بنعملتش حاجة فبدأت الناس كان بتصور فيديوز على التيك توك وبتاع فإحنا كنا بنصور فيديوز فتصور حاجات لايت كده كومي دي حاجات في الصيدالي ومواقف اللي بتحصل معنا ففي مرة كده قلت لنفسي طب أنا ليه ما استغلش موضوعه أود أقدم حاجة تفيد الناس وحاجة جد بقى شوية آه شوية هزاره ولأ ونقدم حاجة محتوى الناس تستفيد بيها فعلا فبدأت فيديو بفيديو بفيديو الحمد لله مميشين بقى الحمد لله طيب المعلومات عن الأدوية عمتة بتكون صعبة أن أي حد يفهمها إزاي بتقدر تحطها في وقت وقلال وتكون بسيطة أن أي حد يقدر يفهمها بصي أنا من أسلوب أن أنا بحب أشرح أو أوصل المعلومة بطريقة مبسطة واللي يقدر كل الفئات اللي أنا بتباني فئات كتير فبقى أحاول أوصل لمستوى جميع الفئات أنه يقدر يفهمني خصويا أن مثلا فيه طلبة بتصيدالة مثلا بتتابعوني فيه ناس عداية بتتبعني لازم أوصل لك المعلومة بالطريقة اللي أنت تفهمها مش هقدر أقول لك مثلا أصدقاء المصطلح العلمي بتاعه كذا حيفصل على طول إحنا أساسا بنقف من أول إسم الدواء حيفصل أيضا إحنا بنقف من أول إسم إحنا بقول له ده بيعمل كذا 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 وخلي بالك عشان كذا 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 ودي ما وانعه كذا 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 مثلا حاجة ما تنفعش مثلا مع حامل مع مرضى ضغط مثلا لا دي خلي بالك منها دي كويسة دي مش نص ونص دي معقولة في حالتك أنت تبقى حلوة ممكن ما واحد تاني تبقى وحشة فدي بتخترف طبعا من بين قدم للتاني وهي تبقى فرايتيز لأن أنا بخطب الناس كتير فلازم بوصل أبسط المعلومة عشان الناس كلها تفهمهم أو بحاول يعني طيب إيه حكاية المواقف اللي بتحصل في الصيدالة؟ الصيدالية؟ لا لا مواقف كتير هقولك لسه مواقف أنا لسه لسه لما رزلت في فيديو ده هقوله لك إكسيكلوسيف يعني حد بيشنت مبرح بيرجع لي خد دوافة بيرجعه طيب محطرة فيش مشكلة بفتح زيس دي رؤيتها مشروب منها فبقول لها حضرتك دي مشروب منها دي مفتوحة فبتقول لي أيوا تصرف قلت لها تصرف إزاي حضرتك إيه حبيعة بالبق يعني ولا إيه مش فاهم حبيعة بالبق ولا عمل إيه مش فاهم ما ينفعش طبعا فدي مواقف مثلا مواقف تاني فإحنا قابل كريديك كارد فتقول له طب معلش حنستنى في الدفع شوية أصل الكريديك كارد في المحفظة طب مفهودي يبقى فيني فان؟ فدي مواقف بقى مثلا حد يقول لي مثلا إيه سي مثلا إكس من الدواء ناقص في السوق فبقول له ده زي وهو نفس المادة الفعال أي قد بيجي لي حساسية منه حساسية إزاي ده هو هو نفس المادة الفعال هو هو إزاي حساسية إنت عايز تماوتني أماوتك إيه بس أماوتك إيه وانا قولت حق غلط ده هو هو فعشان الفكرة دي بنحاول نوصل فيها فالمواقف بقى كتير على كده قوي ده غير بقى يعني مواقف تانية وحدا مثلا يقول لك بس لأ حاجات كتير قوي أنت فعلا أخدت كورس للتمثيل آه عشان عايزت بسا آه طيب وعمل إيه في الموضوع ده؟ والله من ساعة بقى دخلت في السوشال ميديا أكتر يعني نسيت كورس إذاعة كمان آه بكار في الراديو أكتر فبدأت أكتر لما ركزت بقى في السوشال ميديا أكتر بدأت يعني مش عارفة أوفق بقى من الشغل وبين السوشال ميديا بس أنا نفس أرجع يعني نفس أمسل أكيد دكتور محمد الناس كتير قوي بتفتكر أن الصيدالي هو اللي ممكن يكتب لهم على دواء لا ده ما ينفعش في حاجات؟ في حاجة إسمعفين حاجتين في حاجة إسمعه?! implications اللي هي تحت اوصفة الطبيب وفي حاجة إسمعها.. other counter إلي هي مش محتاجة لوصفة الطبيب زي ايه?! زي المسكنات بعض المسكنات حاجة البرد اللي هي الكريماتت بالتحت المساج اللي هي البسطة العضلات lobbytamin مثلا يعني طبعا في حاجات مثلا يعني لسه كان في حد بيقولي تخطر أنا بأخذ دواء نفسي وأنا حمقلت لها فين الدكتور بتاعك؟ فين الدكتور بتاعك؟ لأ تروحيه طبعاً يشوف الدنيا فيها إيه؟ لازم يعني أنا مش هقدر أفيدك لأنه هو أحسن مني في حالتك هو أضرب حالتك مني يعني دي بقى مهمة الصيدالي أنا بعمل ريفير للدكتور بقوله هتروح لده روح للدكتور ده عشان هو ده هيشوف لك الحالة دي تعال لي آه هتعلق لك الدواء أقول لك تمام بس أنت لازم هتروح له آه أنا ممكن أساعد الطبيب أقول له آه رحلله كذا وكذا 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 مثلا حد مثلا عنده مشكلة مثلا ونفترض مثلا في القلب مثلا نروح يعمله رسم قلب روح يعمل كوليسترول روح يعمل غدة روح حلل حلل روح له جاهز أو مثلا حد عنده كوفيد قوله لا يروح يعمل سيتي على الصدر روح يعمل التحليل المطلوبة يعني كده بتوجهه أنه هو يروح فيه لا وهو يروح له أنا بساعد الدكتور عشان ما تاخدش وقت مش هو يروح يقول لك لا روح حلل لي وتعالي لا روح لا هذه الحاجة معايا اتفضل فيها ايه فطبعا بقى في حاجات طبعا بتبقى إن أنا بوجهه أقول له روح للدكتور ده مثلا تخصص الفلاني لا مثلا حد يقول لي أنا عايز مهدد ما ينفعش بس هو الصيدالي ما يقدرش حتى حتى لو موضوع حلب برد مش المفروض أنه هو يقول الدول المفروض هذا الشخص ياخده صح؟ حلب برد ممكن يعني حلب برد بس لو مريض ضغط طبعا لا أنا بخلي بالي بقى مع دي بقى دي بقى يعني شطرت الصيدالي لسه كنا منتكلم في الموضوع المادة الفعالة لا هي عايز الصيدالي صيدالي شطر مش أي حاجة خلاص حتة الدواء برد مثلا اللي قدامي ده عنده مريض ضغط ولا لا اللي قدامي دي حامر ولا لا فهنا لازم مثلا الأسئلة دي كلها لأن بنانا عليه هطلع على الستنت يعني بنانا على الموطيات اللي قدامي هطلع على الحاجة الصحة عشان ماعملش مشكلة لاني دي صحة ناس ماقدرش ردي أي حاجة وخلاص طبعا طيب نرجع للسوشال ميديا يلا عايزة أعرف أكتر سؤال بيجي لك كامل من الناس إشتة الشعر أخس الناس نبساها تخس وهي قاعدة كده طب إحنا عارفين ان انت خسيت كتير صح؟ كنت مئة وسبعين كيلو مئة وسبعين وبقيت كم؟ دلوقتي تلاتة وتسعين ده عملت عمليات أوحية سنة ونص عملت عملية لا لا سنة ونص سنة ونص دايت ورياضة طبعا طبعا عملتها ازاي بقى أحكين بصي أنا ببساطة للأسف أنا عندي فاميلي هستري عندي في السكر مشرف يعني العيلة تقريبا فأنا كنت خلاص يعني على وشك فخدت قرار ساعتها فكت بعلق ألم الإنسولين كده قدام على باب التلاجة كده أوكي كل لا يوجد مشكلة عندك استعداد تعيش كده أوكي ماشي فلأ سنة وكده وثنة ونص بالزبط بس عايز أقولك الدايت نفسه أو النكتخصي هو مسهل طبعا الأصعب منه نكتحفظي والإرادة دي الإرادة بقى لازم في حافز ما أي حد يقولي طيب فين الحافز فين الحافز يعني تخص عشانه يعني بصي أنا أعز أقولك فيلم مثلا فيلم X-Lorj اتطبع عليا بحزافيره بحزافيره يعرفوا اللي هو بالزبط يعني نفس الموقف كده عرفها فلأ طبعا الإرادة في الموضوع ده مهمة حتى أنا لحد بقوله بصوا أنا بجيب لك من الآخر وزنك كبير عندك إرادة لأن المشوار طويل هتقدر أوكي مش هتقدر يبقى فيه إمكانية مدية ممكن تقتصاد فكر في عملية مش عيب خالص لأن في ناس تقولك إزاي أن أنا أعمل عملية وإنت ما عندكش يا سيدي إيه المشكلة؟ يعني أنا شايفها من منظور تاني شوية مدام هيساعد أن صحتك تكون أخصا؟ مثلا أنا جاي مسبيرو مثلا مش ممكن نجي ماشي أنا سيه مسلا أنا ساكن بعيد شوية مش ممكن نجي ماشي ممكن نجي ماشي وممكن نجي بعربية ممكن نجي بعربية مش مهمة وصلت بس أنا وصلت خلاص مش مهمة بقى ده لأ أنا شايف أنه طالما أنا بعمل حاجة مش حرام ومش غلط خلاص المشكلة إنما في يقدر وأنا غيري كغير فلان غير علان أنا أقدر غير ما يقدرش غير يقدر أنا ما أقدرش عادي يعني أنا مش شايف أنها فيها حاجة كم كيلو بالزبط تقريبا في السنة ونص حوالي 75 مش رقم كبير على أن أنت تخسه في سنة ونص لا بجد يعني حاس أن الرقم لا لأنه 75 على 18 شهر يعني لا معقول يعني تقريبا في الشهر كنت بتخس قد إيه حوالي 5 كيلو وكنت بتعمل نفسك الأكل يعني آه يعني مراتي طبعا تتساعدني طبعا يعني كنت بتساعدني طبعا طبعا لأن أنا بشكر لها وأنها وقفت جبك آه طيب وكنت بتروح لدكتور مختص للدايت وبيساعدك أن أنت يعرفك إيه الحاجات أن أنت المفروض تكلها وإيه هي نوعية رياضة لمفروض تلعبها آه لا دا كوتش بقى أنا كنت بروح للجيم ساعت أو مع الدايت ومع العزيمة طبعا لأن أنا مراتي كمان لأ طبخة شطرة شطرة يعني إحنا أول ما تجوزنا أنا أتخنت بتاع 35 كيلو آه يعني دائما الناس بعد تجوز بتتخن جامعا آه 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 أتخنت 35 كيلو بعد كده لا هي بقى بدأت تنزل معها شوية تخس معها شوية هي وقفت خلاص خلصت وصت لها عيزة شكرا كمل أنت بقى دكتور محمد دائما الفيديوز بتاعتك وانت في الصيدلية ده علشان تجي سيكة أكتر للناس لا هي صيدليتي فأنا قاعد أنا قاعد بقى بتسلع على البيديوز آه آه أنا قاعد دي صيدليتي آه فأنا قاعد فيها فبصور فيها لا وحين بطلع حاجات من البيت بس إنتي عارفها بقاعد في الشغل ببقى أكتر بخش الموت بقى يعني عارفها ببقى في الموت أكتر يعني بقى في وسط الأدوية كده ببقى عارف الموت طيب عموما أنا بشكرك جدا يا دكتور محمد ومبسوطا أن أنت كنت معنا نعارف وأنا كمان والله أنا عايز أقولك أنا مبسوط جدا 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 وأنا مجد منتشارف بيكي ومتشارف أن أنا قاعد في القناة الأولى في ماس بيوز مرسي منزوك ربنا خليك يا فاند مرسي يا فاند مرسي وبكده تكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله باي باي